يا شباب شباب انا واسق ان كلكم سمعتوا عن الليد فاريت حد كده قلنا ايه هو الليد. هي شهادة اعتماد باخدها المكان على حسب تطبيق الشروط معينة للاستدامة. الله نر عليك. اسم حضرتك? بطن. مش هانسواط. شكرا مش هانسواط. طيب. الليد دي شهادة اسمها leadership in energy and environmental design. دي هيئة غير هدفة للربح مفروض موجودة في امريكا وموجودة في كندا وموجودة في كترة جدا. دي بتحط لك بعض المعايير وتقول لك مسلا انا هديك في مئة نقطة. لو قدرت تاخد مسلا تسيعين نقطة هديك مسلا البلاتونيوم. لو قدرت تاخد مسلا التمانين اهديك الزهبي. لو قدرت وها كزا بيبدأ يديك دراجات معينة. وانت بتبدأ ان انت تمشي عليها وتبدأ تشوف التحققات ايه. يعني على سبيل المسال مسلا يقول لك ايه? اه لو انت قدرت توفر كمية مية اهدي كزا هابدأ اديك نقطة تسين. لو وفرت كمية اكتر هديك تلات نقطة. لو ابتكرت حاجة اكتر توفر مية اكتر من واحد خمسين في المية. حاجة احنا ما نعرفهاش. خلاص. هنديك الاربع درجات كاملين. هنديك يعني نقطة كده تشجيع على الابتكار. هي دي فكرة شهدت الليد. يعني يقول لك المبنى ده واخد شهدت الليد. معناها ايه? معناها ان المبنى ده المهندسين اللي موجودين فيه. واغلب الاعتماد بيكون على مهندس المعماري. وبعد كده الميكانيكا والكهرباء. ونادرا بس هو اغلب الشغل بيبقى شغل معماري. من حيث التصميم ومنحس اه التجاه ومنحس كو حاجة رجالة. فانت لازم تبقى فاهم استدامة وتبقى فاهم بقى ايه النقطة اللي انت ممكن تحققها في الليد. فبقى عندك ميزة. ومطلوبة جدا في السوق. يعني يقول لك ايه? الشخص ده واخد ليد جي ايه. فمعتمد ومطلوب في السوق. الاعلى من جي ايه شهد اسمها اي بي. ليد اي بي. بتبقى بتخصصت في نوع معين من المباني. طبعا عندنا فيه حاجة تانية اسمها بريم بس دي خاصة مثلا ببريطانيا. في مصر فيه الهرم الاخضر. في قطر في جي سيس. عندنا هتلاقي مسلا اا الامارات في اا اللقلق. النظام اسم النظام استدامة. يعني كل دولة بيبقى لها نظام كده ايه? بيكون اا مهتم بان هو يخلي الناس تركز على مطال استدامة. وفي مشاريع كتيرة جدا في العالم كله منهم مسلا مصر. في مشاريع كتيرة في مصر كان يقول لك ايه? عشان شركة المأولاد تاخد المشروع لازم تتعهد انها تحقق ليد اا بلوتونيوم او ليد زهبي حسب ما يتفقوا. يعني يقول له انت انا مشترت عليه شرط ان انت خدت المشروع لازم تجيب لي في الليد. المشروع ده لازم يكون استدامة. منه مسلا مشروع زي مسلا اا مول مصر مسلا ده كان مشارتين في الاستدامة. اا مدحف الحضرات. في بعض المشاريع كده كبيرة بيقول له شركة. عشان تاخد المشروع ده ان تلتزم بان انت تعمل لي استدامة. تمام? طيب احنا قلنا ده بيركز على الاثارة البيئية. لكن الاستدامة بيركز بقى على البيئة والمجتمع والاقتصاد. طيب امتى نقول لي ان المبنى ده يكون صديق البيئة? انه بيوفر في استلاك المية. اا ما بيكونش فيه مبعثات كربون. اا بيكون يقلل الهالك. اا يعني مسلا في مسلا مية من احنا مسلا من غسلنا قدينة. فالمية دي ممكن يكون فيه تصميم معين ان المية دي بدل ما تترمي. لا هنسقي بها الزرعة. ممكن معالجة بسيطة. ونسقي بها الزرعة. او او نبرا بها التكييف. يعني بدل ما نستخل المية ننظيفة خالص. لا ممكن نعمل لها معالجة. وهكزا. يعني كل حاجة نعدي استخدامها. المية بتاعت المطر. بدل ما بتغرق الشوارع لا ان هعمل لها اا معالجة. وابدأ ان انا اجمع المية دي واستخدامها. يعني نفعش بقى عندي مشكلة في المية ومش لقى اشرب. والمية بتاعت المطر عمالة بدي عمالي. تمام? فباستخدام افكار شوية اا بسيطة جدا في الاستدامة. نقدر احنا نجمع مية المطر. نقدر احنا نعدي استخدام المية. وكل الافكار موجودة ومتنفسة. فما فيش حاجة فيهم هتبقى صعبة. تمام? هتكون كلها بس ان ان انت بتبدأ تشوف الافكار. فهتلاقي ان ان انت بتنقذ المجتمع بتاعك. بتنقذ الكوكب. ان انت فيه هالك كتير جدا في المشروع. انت بتقلله. اه المباني تأثيرها سيء جدا على البيئة. بش المصانع. لا ده ده المباني نفسها. يعني ستة اربعين في المية من الطاقة. بيكون موجودة في المباني. وبتوصل سبعين في المية في العواصم او في البدن الكبيرة. بستخدم تلاتة خمسين في المية من المواد الاولية. فاحنا ليه ما نفكرش كده? طب انا ممكن عادي استخدام المواد وهكذا فدي تبقى من ضمن الحياة اللي ممكن تبقى فيها استدامة. ان انا بش بستهق بش بقطع شجر. لا ده انا ممكن عادي استخدام مواد خام او كده بحيس ان انا ما ما ابتعش في الغابات عشان ابني البيت. تمام? فلازم يكون في فكرنا في كل افكارنا ان احنا ازاي نعمل حاجة صديقة البيئة. من ناحية البيئة احنا ممكن مسلا اه نشوف انظمة نقدر نحسن جودة الهواء الداخلي. ممكن في انواع من انواع الطلاق ده بيأثر على التنفس. وفي امراض لتسبب ان البيت بتاعنا بيكون مخنوق. ويمكن احنا حسنا بالموضوع دوت اه في فترة كورونا. لما اطلعنا احنا في البيوت. البيوت مش مصممة ان انت تعد فيها. البيوت مصممة ان انت تجي تنام. فالكتمة والحاجات دي سببت لناس كتير اربوا ومشاكل في التنفس. وفي مرض بيسمى مرض المحرابين القدماء. ده كان مساب يعني التكيفات بتبقى مسلا موجودة فوق الراجل نفسه المريض او كده. فدي من ضمن الحياة اللي احنا لازم نخلي بالنا منها.